بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين مرحبا جميعا اليوم سوف نقدم لكم اختبار الفصل الثاني في مادة السربية الإسلامية لتلاميذ السنة الأولى متوسطة وأيضا قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناتي الثانية باللغة الإنجليزية رابط قناتي الثانية موجود في صندوق الوصف ولنبدأ الوضعية الأولى يقول الله تعالى في سورة البروج من والسماء ذات البروج إلى إن بط شربك لشديد التعليمات الآن عندنا التعليم الأولى أكمل كتابة النص القرآني ثم اضبطه بالشكل ثانيا ما الموضوع الذي تناولت أولد صورة البروج وثالثا اشرح المفردات التالية لدينا البروج وأيضا الأخدود سوف نقوم بشرح هذه المفردات بالنسبة للتعليمة فالتعليمة تقول ميز بين فرائض الوضوء وسننه فيما يلي بالنسبة للفرائض والفرائض الوضوء وسننه عندنا هنا مجموعة من العبارات راح نصنفها في الجدول الجدول تعني تكون منزوج خانات عندنا الخانة الأولى اللي هي فرائض الوضوء والخانة الثانية اللي هي سنن الوضوء راح نصنفوهم إلى سواء هي فرائض الوضوء أو سنن الوضوء أما بالنسبة للتعليمة اللي بعدها أو التعليمة الثانية فبرهن من الكتاب أي من القرآن الكريم أو السنة أي حديث على مشروعية التيمم الآن إلى جزء الوضعية الإزماجية قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صورة العمران الآية رقم 104 بالنسبة للتعليمة التعليمة تقول اعتمادا على ما درست عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم املأ الفراغ هنا لدينا فقرة تحتوي على مجموعة من المعلومات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك فراغات هنا معينة وسوف نملأ هذه الفراغات لدينا أولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يوم ميلاده وعام ميلاده من هو أبوه؟ توفي وهو في بطن أمه من هي أمه؟ من أرضعته؟ ولما بلغ من العمر ماذا؟ سنوات وقعت له حادثة شق الصدر ولما بلغ من العمر ماذا؟ سنوات توفيت أمه ورباه جدا وبعد عامين توفي جده فكفله عمها وهنا من هو عمه؟ وتزوج من من هي زوجتها وشارك القوم في رفع ماذا؟ عند بناء الكعبة وكان يلقب بماذا؟ إذن سوف نملأ هذه الفراغات بالمعلومات التي درسناها حول الرسول صلى الله عليه وسلم ننتقل الآن إلى جزء الإجابة الوضعية الأولى طلب مننا إكمال الآيات وأيضا ضبطها بالشكل التام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أبنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريقي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد ثانيا الموضوع التي تناولته سورة البروج يعني الموضوع لتكلمت عليه سورة البروج هو يدور حول العقيدة الإسلامية أي الدين الإسلامي وحادثة أصحاب الأخدود وهي قصة حول التضحية بالنفس في سبيل الإيمام وأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه العزيز أعيد الموضوع لتناولاته أو لتكلمت عليه سورة البروج عامة هو يدور حول العقيدة الإسلامية او الدين الاسلامي وايضا تحدثت على حادثة اصحاب الاخدود وهي قصة تعلمنا منها التضحية او القصة الدور حول التضحية بالنفس في سبيل الايمان وان الله تعالى تكفل بحفظ كتابه العزيز وهو القرآن الكريم شرح المفردات التالية البروج وهي مواقع الكواكب والنجوم ثانيا الاخدود وهو الخدق والخدق هو الشق العظيم المستطيل في الارض الوضعية الثانية واحد التمييز بين فرائض الوضوء وسننه فيما يلي الان راح نصنفه هنا الى فرائض الوضوء وسننه في الجدول المواري عندنا فرائض الوضوء وسنن الوضوء اولا لدينا مسح الرأس اكيد هو احد فرائض الوضوء رد مسح الرأس احد سنن الوضوء مسح الأذنين ايضا من سنن الوضوء غسل الرجلين فرائض الوضوء النية احد فرائض الوضوء هي واجبة للقيام الوضوء المضمضة من سنن الوضوء غسل اليدين الى الكوعين أيضا من سنن الوضوء وغسل اليدين إلى المرافق هي من فرائض الوضوء أما بالنسبة للإستششاق والإستنثار فهي أحد سنن الوضوء ثانيا البرهان من الكتاب أو السنة على مشروعية التيضمم عندنا البرهان من الكتاب أي من القرآن الكريم كي قلنا من الكتاب أو السنة الكتاب يعني آية من القرآن الكريم والسنة هو حديث عندنا البرهان من الكتاب يعني من القرآن على مشروعية التيضمم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صورة النساء الآية رقم ثلاثة وأربعون في الوضعية الإزماجية سوف نكمل هذه الفقرة بالمعلومات التي درسناها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نبدأ لدينا ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يعني يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول في عام الفيل أبوه من هو أبوه عبد الله توفي أبوه وهو في بطن أمه من هي أمه هي آمنة بنت هب ومن أرضعتها أرضعته حليمة السعدية ولما بلغ من العمر أربعة سنوات وقعت له حادثة شق الصدر ولما بلغ من العمر ستة سنوات توفيت أمه ورباه جده من هو جده وعبد المطلب وبعد عامين توفي جده فكفله عمه من هو عمه هو أبو طالب وتزوج من من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد وقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم القوم في رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة وكان يلقب بالصادق الأمين إذن هذه هي الرضع الإدماجية أعد قراءتها مرة أخرى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل أبوه هو عبد الله توفي وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب وأرضعته حليم السعدية ولما بلغ من العمر أربعة سنوات وقعت له حادثة شق الصدر ولما بلغ من العمر ستة سنوات توفيت أمه ورباه جده عبد المطلب وبعد عامين توفي جده فكفله عمه أم طالب وتزوج من خديجة بنت خويلد وقد شارك القوم في رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة وكان يلقب بالصادق الأمين وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم أتمنى أني كنت عند حسن ظنكم وأنكم فهمتم موضوع اليوم واستفدتم منها وأيضا بالنسبة لحكمة اليوم فتقول ما أجمل النظافة لكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا ما أجمل النظافة لكن ما أعظمها عندما تكون في عقولنا وهذه كانت حكمة اليوم أشكركم مجددا ومع السلامة زملائي بالتوفيق في الامتحانات ونلتقى بإذن الله تعالى في فيديو جديد على قناتكم التعليمية ترجمة نانسي قنقر